منذ اللحظات الأولى التي التهمت النار فيها جسد الشاب التونسي البوعزيزي بدأت هذه النار تمتد لتشمل كبرى مدن الدول العربية مطالبة بالحرية ورافضة للظلم والطغيان بعد حقب زمنية شملت أجيالا من الشعوب العربية عاشت وماتت تحت الحديد والنار جعلها تخضع ثم تخنع للاستبداد ما ولد جيلا ترسخ في ذهنه أنه لا بد من القبول بتلك الأنظمة وأنها قدر محتوم ليس للشعوب مفر منها لكن ثم تبارقة أمل وبصيص نور في نهاية النفق المظلم الذي أدخلت أو دخلت فيه الشعوب العربية منذ سنين خلت وبدأت الثورات والتظاهرات فنجحت في دول وأخفقت في أخرى ربما بسبب عدم التنظيم أو استخدام الحكام للقوة المفرطة وغيرها من الأسباب فعاد اليأس يساور بعض الشعوب بعدم جدوى الثورات من جانب آخر فإن تلك الثورات أعطت زخما معنويا للشعوب المقهورة أن ثمة أمل للمتطلعين للحرية وأنه مهما كانت الإخفاقات لا بد أن تتوج المحاولات بالنجاح يوما ما ما يجعلها تتساءل عن الذي حدث بالضبط في تلك البلدان وهل ما كان ثورة بالمعنى التاريخي أم انتفاضة جماهرية أم هبة شعبية أم تدخلا خارجيا أم كل ذلك معا ومن ثم تسأل أيضا حول معايير نجاح الثورات أو الانتفاضات الجماهيرية ومعايير فشلها وبالتالي أي من هذه البلدان العربية سطاع أن يحقق بعضا من المطالب التي رفعتها جموع المتظاهرين بعفوية في حينه وأي منها لم يستطع أن يحقق شيئا على الإطلاق وبالجملة فإن الانتفاضة العربية أكدت بشكل أو آخر أنها قادرة على الخروج بوجه الظلم مهما كانت سطوته وجبروته وأن تلك الأصنام الكبيرة يمكن تحطيمها بالإصرار والتضحيات وأدرك الحكام أيضا أن وعي الشعوب قد يطيح بعروشهم بين طرفة عين وانتباهتها